إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم السلام عليكم مرة أخرى حياكم الله أستاذ أحمد مرة أخرى في برنامجنا كلمة طيبة من حديث النمسا في حلقتنا اليوم سوف نناقش موضوعا مهما جدا يرتبط بالحياة العملية بشكل كامل وهو العمل من المنظور الديني الإسلامي نستعرض معا كيف ينظر الدين إلى العمل أهمية الأخلاق المهنية كيف يمكن تحقيق التوازن بين العمل والعبادة والنصائح وما إلى هنالك أنت تعرف أستاذ أحمد أن الشرائع الإسلامية الشرائع الكونية بشكل كامل اهتمت بالعمل وأعطت للعمل أهمية كبيرة جدا فإذا كان الإسلام مثلا وردت الكثير من الآيات في القرآن الكريم تحث على العمل فمنها قوله سبحانه وتعالى وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي فليعمل بها فورا أيضا الشرائع الإسلامية الأخرى تكلمت عن العمل فمثلا في المسيحية يقولون إذا كان لا أحد يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا في الديانة اليهودية يقال إذا لم يكن هناك طحين فلا يوجد دراسة للتوراة إذن الأديان كلها حثت على العمل ما أهمية العمل في الإسلام أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أمبع حقيقة القول أخي الكريم والسادة المشاهدين كذلك أن العمل من أجله خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق الإنسان الأمر بالعمل وأهمية العمل هي موجودة منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليه وكما تفضلت حضرتك في شريعة التوراة وشريعة الإنجيل كما هو الحال في الشريعة الإسلامية جاء الأمر بالعمل والمحافظة عليه وأهمية العمل ضمن الآيات الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم وعشرات الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حينما نتكلم عن العمل كأساس نجد أن القرآن الكريم كذكر كلمة العمل في مشتقاتها الكثيرة سواء كانت بصيغة المفرد بصيغة الجماعة فمنها عمل وتعملون ويعملون ومنها عامل ومنها أعمالنا ومنها أعمالكم إلى آخر هذه المشتقات اللغوية والتي وصلت في القرآن الكريم إلى ما يقرب من 359 مر وهذا العدد يعني كأن له إشارة إشارة أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا يمضي يوما من حياتك طوال هذه الأعوام التي تحياها فالعام كما نعلم 360 يوم تقريبا فإذا كان العام بهذا العدد وعدد المشتقات اللغوية للفظة العمل في القرآن الكريم بهذا العدد الذي يناسب أيام السنة كأنه يقول لا تدع يوما من أيام العام تمر إلا ولك فيه عمل بدون عمل نعم الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض ذكر لنا في القرآن وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء له ليبلوكم أيكم أحسن عمله إن جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة له ليبلوكم أيكم أحسن عمله فهذه الأعمال أو هذا العمل الذي يقوم به الإنسان ممكن أن نقسم إلى أعمال كثيرة بمعنى من حيث التنوى فنقول هي أعمال قولية يقولها الإنسان ومنها أعمال قلبية يعتقدها الإنسان من أعمال القلوب من الحب والكره والحسد والبغض ومنها الأعمال التي تقوم به الجوارح من أعمال اليدين والرجلين واللسان إلى آخر ذلك طيب هذه أعمال إما قلبية وإما قولية وهناك الأعمال التي هي بأجر أو بغير أجر هناك أعمال بأجر يأخذ عليها أجرا وهناك أعمال لا يأخذ عليها أجرا وهي الأعمال التطوعية وهناك الأعمال الذي يمكن تقسيمها إلى أعمال يكون بها الإنسان ببدنه وجوارحه وهناك الأعمال التي يكون بها بعقله وتفكيره فهي أعمال وإن كان ليس لها مسمى في أرض الواقع إننا أقول له صنع شيئا وأراه لكن أرى أسر فكره وعقله وتدبره في مسألة ما في هذا الأمر كذلك يمكننا تقسيم هذه الأعمال من الأعمال الدنيوية وأعمال كذلك أخروية وعلى كل جاء الحديث النبوي ليقول لنا جميعا إنما الأعمال بالنية كل الأعمال لابد أن تكون لها نية طيب العمل هو في اللغة المهنة والقصد وما ينتج من الإنسان وكذلك في الاصطلاح هو كل ما ينفع به الإنسان نفسه أو ينفع به غيره من الناس هذا العمل أما أهميته في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرنا جاء في القرآن بهذا العدد الكبير من الذكر جاء بصيغة الماضي وصيغة الحاضر وصيغة المستقبل جاء بصيغة الأمر وقل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون جاء بصيغة الموازنة بين أعمال الآخرة التي يرجو بها الرضا الله سبحانه وتعالى وبين أعمال الدنيوية التي بها عيشه وتكسبه فقال سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني إذا كنت تعمل للآخرة فأنت كذلك مطالب لأن تعمل بعمل أهل الدنيا من التكسب والعيش والله سبحانه وتعالى جعل الرزق سبيلا إلى ذلك فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يصايمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة فالله خلقنا لعبادته وليس هناك تضاد أبدا بين العبادة وبين العم